الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسل وعاله وصحابته وتابع من واله الأباء والإخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزى الله الإخوة القائمين على هذه الحلقة وأسأل الله يبارك لهم في أموالهم وفي أعمارهم ويوفقهم لخيري الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أخرج الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأديان أحب إلى الله عز وجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحنيفية السمحة ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والقرآن جاء وفيه عدة أسئلة وجهت للنبي عليه الصلاة والسلام وكان الله عز وجل يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا يسألونك عن الأهلة قل الأهلة قل الأهلة الدين اللي بيحبوا ربنا شنه ما هو النصرانية دين واليهودية دين والشيوعية دين والشيعة لهم دين والصوفية لهم دين والإخوان المسلمين لهم دين وجماعة التبليغ لهم دين وحزب التحرير لهم دين وكافة أهل البدع لهم أديان ولكن ما هو الدين الذي يحبه الله الدين اللي بيحبه ربنا شنه قال الحنيفية السمحة والله عز وجل يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الإسلام دا لا فيه صوفية ولا فيه أخوان مسلمين لا فيه أنصار صنة لا فيه أنصار مهدي لا فيه حزب التحرير ولا فيه شيعة دين واضح وواحد لا تعدد فيه ما في جماعات ولا في فرق ولا في طرق كل هذه الطرق من أفكار منظريها ومؤسسيها ربنا قال ما تتفرقوا ربنا قال في سرطة الروم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ما لهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون والإسلام الصحيح هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام دين الحق ومن سار على نهجهم إلى يوم الناس هذا دين الصحيح لكن الحمل على الإسلام الصحيح الآن على أشدها وكل أخذ موقعه ليضرب أصلاً من أصول الإسلام الصوفية ينشر في العقائد الباطلة ليهدموا الإسلام الصحيح لأن ربنا قال في القرآن ألم طرع إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ربنا قال هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ربنا قال في صورة البقرة ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير فالحمل على أشدها في محاربة الإسلام الصحيح ومحاربة السنة الصحيحة التي جاء بها النبي عليه الصلاة لأن كده كل أهل البدع أعلنوا الحرب على الإسلام الصحيح لمن تجي تتكلم في التوحيد الصوفي بن الطلك تتكلم في التوحيد وفي العقيدة الذي يدعى هو الله جل جلاله وحده والذي يستغاث به هو الله والذي يذبح له الله والذي يتوكل عليه الله الصوفي طوالب شكلك يقول لك معقولة طيب الأولي يبتعيننا ندال ناس واتحسونة واتبدر وما عارف لك أبو قرون وبشملة وفركة نخليهم كلهم ونتوجه لأله براه أيها لأنه ربنا قال كده لأنه ربنا قال كده ما بيرضى الصوفي ما بيرضى ليه لأنه ربنا قال في القرآن ربنا قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا لمن تجد تتكلم عن إنه ما في جماعات وما في أحزاب وما في فرق ومدى لنحل في الإسلام أنصار السنة بكورك حزب التحرير بكورك الأخ المسلم بكورك وغير من أهل البداء بكورك ليه لأنه له جماعة وله حزب عقد الولاء عليه والبراء عليه إلا من رحم الله طوالب كورك وللأسف أعلنوا الحرب على دعاة التوحيد ودعاة السنة وأنا دار الدك نبوزج لبعض دعاة أنصار السنة في هذه البلاد وهو الداعي المعروف عبد الحفيظة العدسي أخزاه الله أذى الرجل الذي يحارب أهل التوحيد والله يحارب أهل التوحيد في مسجد الوالدين وفي مسجد الحسن في الأماب أنا حضرت له موقفين واحد قال من أخواننا واحد اسمه على الهمد واحد اسمه على الدين وكلاهما تحدث عن التوحيد وتكلم عن الشرك بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله فقام هذا الرجل واعترض عليهما في الحسن قال الشباب ديال بجوا المساجد بغرض الفتنة وهؤلاء السباب أساءون ويوسيئون أهل المساجد وهذا كذب أبلق وهذا بهتان عظيم نطق به هذا الداعية من دعاة أنصار السنة عامله الله بعدله الموقف الثاني برضو في مسجد الوالدين برضو يقوم واحد من أخواننا يتكلم ويحذر الناس من السيري برضو اعترض عليه وفي نفس الوقت لتعلم لتعلم أن هذا الرجل يعني مخذول واحد صوفي قام بعد الدارة بتاعه في مسجد الأماب مسجد الوالدين اتكلم عن وأنكر صفات الله عز وجل أنكر العلو والعدسي قاعد ما قام قام عليه قال له الكلام ده باطل يتجرع على أهل السنة ولا يتجرع على أهل البدع أخزاه الله أينما حل أينما نزل إن لم يتوب إلى الله عز وجل مجرم إتاء يصد الناس عن التوحيد ويأطرد على دعاة التوحيد وصوفي ما تقوم تأطرد عليه يا العدسي ما تقوم ترد على الزلدة ما ترد على هالشرك أهل الضلال حمد المنتصر شغال في الإزاعات بين الليل وبالنهار وشغال ينشر في العقائد الباطلة غير الله بيخلق غير الله ممكن تدعوه غير الله تسجد له ممكن تطف في القبر وغيره من العقائد الباطلة والجماعة هنا عندهم إزاعات انصار السنة والمركز العام والإصلاح غانت نور والبصيرة وغيره يا الصباح ضيفنا أهلا بك أنت بين أهلك إتاء ضيفك تحارب المنتصر لذلك الذي ينصر الشرك وينشر البدع تقوم علىه إتاء ضيفك ضيفك وشاي صباحك ده 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 دين تقدم الناس ينشر في الشرك وينشر في البدع وإنت تقول ليش يا الصباح وتقول لي ضيفنا ضيفنا أهلا بك يدل قوم بالتوظيفك قوموا قوموا على هذا الرجل والرد على أهل البيدع واجب والله الرد على أهل البيدع واجب ومن على الدعاة إلى الله عز وجل لشان كده الناس تهذر وما تتغسى أي لا دياني يحبوا إلى الله قال الحنيفية السمح حنيفية إعراض عن الشرك وسمحة معتدلة لا غلو ولا جفاء ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فده الدين الصحيح الإسلام الإسلام فيه الذي يدعى الله جل جلاله وحده شوف في الإسلام من الذي يدعى في الإسلام الصحيح الله ولا معه زول ولا معه مخلوق الله برعه صحيح عند الصوفية لا ليس عندهم أنه تدعو الله عندهم تنادي الله وتنادي معه عبد الله كيف قال عبد الرحيم الزريبة وزي ما قال المرغني كيف قال البروهاني كيف قال الريكاني كيف قال غيرNat embarrassed بيقول لك اذا اذا دارت نادي تنادي السادة وزي ما قال عبد الرحيم الزريبة السادة السادة انا عبدا لكم نادى وقال في قصيدة تانية في في النابى خط في البلاد نزيله فقل يا ولي الله اسماعيل دمنه ده عبد الرحيم الزريبة يأمرك بان تدعو غير الله وده ما دارك تلزم الاسلام الصحيح وده ما دارك تكون من اهل الحنيفية السمح واهناك المرغني يقول لك ان كنت في هم وغم فنادني بيا مرغني وآتيك بسرعة وهذه رسالة ابعثها لكل اهل السودان لرسالة لكل اهل السودان تبرى من هذه الطرق كلها الطريقة السمانية والطريقة التجانية والطريقة الختمية والطريقة القادرية والطريقة الركانية والطريقة الشاذلية والطريقة البرهانية والطريقة التسعينية كل هذه الطرق طرق ابليسية والله ما فيها ولا طريقة حقة الرسول. ولا طريقة. من الطرق دي حقة الرسول. تمسك لك طريقة الخطمية ولا تجانية ولا غير ولا غيره. والله الذي لا الى غيره. يوم القيامة ندم تعضي اصابعك من الندم. لان ربنا قال لك في القرآن خلي كل هذه الطرق ولزم طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الله قال ما تتابعوا السبل. السبل ديها الطرق. وما تتبع لك يا جماعة. كل الجماعات نحذر الناس من الجماعات كلها. الجماعات اللافة في السحة. على رأسها الاخوان المسلمين. وجماعة آآ آآ العافش. جماعة العافش وكومش. دير بلفوا في الجوامع. جماعة التبليغ. وجماعة انصار السنة المحمدية. وحزب التحرير. وما عارف لك المؤتمر السوداني. والمؤتمر الوطني. والمؤتمر الشعبي. كل هذه الجماعات لا قيمة لها ولا وزن لها. في شريعة الله. لانها تدعو الى التفرقة. وتدعو الى 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 تعظيم غير الله. اي ناس خدت لهم سيد فوق. السيد المرغني. السيد ما عارف لك آآ الترابي. السيد ما عارف لك آآ صادق المهدي. وهؤلاء ضلال. اضلوا الناس عن الصراط المستقيم. ما في زوال يمسك له طريق. اوعك. تمسك لك طريق من طرق الصوفية. واللحزن من الحزاب الجاهلية. لانه ربنا ما قال تخشوا في طريق. ربنا قال. يا الدين عند الله. الاسلام. فان يزال يسلو غير الاسلام. تجيب لك طريقة. الاسلام ما فيه طرق. اسلام ما فيه احزاب. ما فيه جماعات. ما فيه فرق. ما فيه احزاب. الاسلام دين صحيح واضح. الله قال الرسول قال دا الاسلام. اسلام تكون عبدي لله. ما تكون عبدي للقبور. ولا تكون عبدي للأموات. ولا تكون عبدي للقباب. ولا عبدي للأضرحة. وانما تكون عبدا لله تركع لله وتسجد لله وتتوكل على الله وتذبح لله وتحلف بالله وتترك الوثنية بكافة ألوانها وسريع تخلي الطواب بالقبور تخلي عبت القبور تخلي التمسح بالقبور تخلي الذبح عند القبور تخلي تعليق التمايم والصور في المركبات وفي البيوت وغيره وغيره ده كل من الوثنية كل من دين المشركين وهذا الذي يجدد دين المشركين محمد المنتصر اللي زيرك وغيره من الذين انتسبوا إلى التصوف شغال في الإعلام وفي القنوات والإذاعات ينشر هذه العقائد دارين يرجع الناس تاني من الحنيفية السمحة لدين المشركين الأوائل والله الذي لا إلى غيره وأن صار السنة للأسف عندهم إذاعات وعندهم قنوات وساكتي ماذا تردوا على النازل والله هذا إجرام وهذا غش وخذلان وخداع للمسلمين والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون دي خيانة خيانة أن يسكت عن هذا الرجل الدجال الأفاق وغيره من الدجاجلة من عبد الرحيم الزريبة وبشملة والفركة والمرغني والختم وحسن التلاوي والصادق المهدي ديال كلهم مجرمين والله كلهم من أجر من خلق الله صدوا الناس عن دين الله الصحيح وقعدوا للناس في صرعة الله المستقيم يصدونهم ويبعدونهم عن طريق الله عز وجل ديال الجماعة بتاعينك ديال ساكتين شاية الصباح ويجلقي مات الصباح شان كده تكون حريص ما تنخدع خلي دينك أغلى ما تملك ما شير دين ساي ما شير لك دين 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 تصوف ما شيره دين بتاع أخوهم مسلمين ما شيره دين بتاع حزب تحريم ما شيره دين بتاع أنصار مهدي ما شيره تشير الدين الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وتتمسك به وتلزمه والتفرق مذموم ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تعتصم الاعتصام إنما يكون على الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله دين البنعرفه تاني أن يزول جاك بأفكار وجاك بآراء وتنظيرات أعرضها على الكتاب والسنة إنها فقط أدين ما فيه آراء أول حاجة أدين ما فيه آراء الدين الله قال الرسول قال لو جاك بآراء بتاعه تقول له رأيك مردود عليك الله قال في القرآن كده والنبي عليه الصلاة قال في السنة كده شان كده النبي عليه الصلاة قال الحنيفية السمحة حنيفية وسمحة لا جفاء ولا غلو ولا إفراء ولا تفريط لا تبقى زي دين الخوارج الدواعش ده هذا الدين ليس بدين النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كما تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان الصوفية في الجاي كمان مرقوا بيغادي مرة واحدة عبدوا الأموات وعبدوا العظام والرفات وعبدوا الرمم والجيف من دون العز وجل وتمسحوا بالقبور وطافوا بها فالإسلام يعني وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء فالإنسان يكون يعني متزن لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وإنما يكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام وقدم وقونا أو بكر وقدم وقونا بإعطاءه وقونا بإعطاءه وقونا بإعطاءه